موسيقى 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 بكامل أناقتها الطائفية خرجت تعينات مجلس إدارة كهرباء لبنان إلى النور اليوم وجرى استقبالها بردود اتهمت الحكومة بالأكل عن أبو جنب بحسب تعبير ولي جملات والإعوجاج تبعا لتقويم سمير جعجع والغريب كان صالح الرجل الذي تقاسم دمق برشمون مع جبران إلى أن سعقه التيار اليوم بضربة تعينات لم تأخذ بمرشحه إلى مجلس الإدارة فغضب الوزير السابق على وزير الطاقة ومنحه لقب أديسون غجر لكن ظاهرة التعيين الكهروسياسية كانت تشحن كفاءاتها على المعايير المذهبية وتجري تقنينا لأصحاب الشهادات الخارجين على الطاعة والأحزان ثمانية عشر اسما دخلت تخرج منها ستة أسماء بالتعيين الجنائي سياسيا تحت مسميات الوفاق والعيش الكهربائي المشترك المحسوب بالميجاوات الطائفي القادر على الاستمرار في سياسة قامت على سمعة الفيول المخشوش والإيجابية الوحيدة في التعيين أن مجلس الوزراء لم يطفئ شمعة أحدهم على طاولة مجلس الوزراء ولم تتزامن أعياد ميلادهم مع انعقاد الجلسة أما الهيئة الناظمة فلم تنتظم اليوم في مجلس الوزراء لارتباطها بمسار طويل من الإجراءات لكن هذه المنظومة ستصل إلى مجلس الوزراء عارية بعدما انتزعت عنها ورقة التوت وأصبحت تحت رحمة الوزير وأولاد السوء ومجلس الوزراء سمع بالتواتر عن استقالة المدير العام لبزارة المال ألام فني لكنه طلب إلى الرجل الحضور للاستماع منه شخصيا عن أسباب الاستقالة علما أن بفني طبل الدنيا والأعلام بمؤتمر صحافي مطول وبظهور على الشاشات والإنستغرام وأفرغ ما لديه من أسباب قد يذهب بها يوما إلى الجنائية الدولية فلماذا لا استدعاء وتكرار إفادته أمام الوزراء أم أن الحكومة تأمل من بفني الكشف عن أسرار نووية لم يدل بها بعد ترغب حكومة دياب في التنقيب عن أسرار المالية من مديرها العام لكنها تتباطأ حتى اليوم في الكشف والتحقيق داخل مغارة وزارة المال أسوة بالمصرف المركزي وكل الإدارات التي تنطوي على إدارة مالية فالتدقيق الجنائي والمحاسبي يؤجل قراره من جلسة إلى جلسة في انتظار التقارير الأمنية النهائية حول شركتين كرول وافتي آي التي ظهرت حولهما على ما تستفهام لارتباطهما بالعدو الإسرائيلي وقد قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم دفوعها حيال التدقيق وقالت إن من حق الشعب اللبناني الاطلاع على النتائج أما بخصوص تكليف شركة كرول فأنا على موقفي معها مدام لم يثبت عليها أي شيء وهو الرأي الذي تطابق وموقف رئيس الجمهورية ميشيل عون والإجراءات الحكومية هذه يؤمل أن لا يضيفها الرئيس دياب إلى إنجازات السبعة والتسعين في المئة في وقت أكد فيه دياب أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة على الرغم من الدخان الأسود الذي يصر البعض على نشره في البلد لقطع الطرق والتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم وقال إن اللبنانيين سوف يلمسون خلال أسابيع نتائج الجهد الذي قمنا به في الفترة الماضية وإحدى هذه النتائج ما أعلن هذا المساء من السرايا الحكومية في اجتماع ضم دياب إلى حاكم مصر في لبنان ووزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة وجرى فيه التطقيق الغذائي في السلة المدعومة التي تضم 300 صنف وأعلن سلامي أن المصرف المركزي سوف يعقد اجتماعا يوم غدا وأن لديه تصورا لتوحيد كل الأسعار وأوضح أن سعر الـ 1500 سوف يبقى ساري المفعول لدعم المواد الأساسية ونفى سلام أي علاقة للمركزي بالسوق السوداء معتبرا أن الترويج لسعر دولار العشرة ألاف أهدافه سياسية وتجارية ترجمة نانسي قنقر